عذر عليه الحصول على خيمة جديدة يحاول أبو صباح إصلاح خيمته المتهالكة وتثبيتها إلى الأرض وهو يستعد لاستقبال فصل شتاء جديد أعمال اعتاد أبو صباح القيام بها كل موسم منذ أكثر من ثماني سنوات كركة وخيمتك ترتب بيها على متخاف يجي مطار خاف يجي هاي الهواء العالي يشيل الخيمة ويتظل تعرف الأمور يسوي الهويني مثلا هاي الكرك شوانسة هاي سألهم داير ما دوره خافي جموي حتى لا يغرق الجهاء والو الحائط عرف انته أبو صباح وسكان آخرون يتجاوز عددهم سبعة آلاف نازح من سكان جرف السخر بمحافظة بابل يقيمون منذ أكثر من ثماني سنوات في مخيمات عشوائية على أطراف قضاء العامرية في الأنبار يحاولون التغلب على مصاعب العيش بعد تراجع الدعم الإغاثي المقدم لهم أدنى الخيام هاي شوفها شوفها بعانك هاي هاي صاك من سبع سنوات الصيف دمرها دمار كامل والنبها جاء شته وهذا من العواصف ومطر والغبار اللي جعلينها السادة هذا السبب الشته هذا الله أعلم بس حضرنا بواري لأن الخيمات اتهت فريد نوب بعد تحول مخيم بزيبز إلى غير رسمي تطوع شباب من سكان قضاء العامرية لإدارته لكن بإمكانيات متواضعة معتمدين على تبرعات شحيحة من منظمات خيرية محلية ويتحدث السكان عن حلول بديلة لتأمين سكان ملائم لهم بدلا من الخيام منها تبرع أحد الميسورين بقطعة أرض لبناء دور واطئة الكلفة لاستيعاب ما يمكن من ساكني الخيام إدارة قضاء العامرية بدورها أبدت استعدادها للتعاون مع أي جهة تبادر لتنفيذ مشروع لبناء دور لسكان مخيم بزيبز نحن مستعدون لأي جهة تقوم بتنفيذ الوحدة السكنية الذي تم طرحه علينا من قبل متبرعين من شام وحدة سكنية بالإضافة إلى ستكون هناك مبادرة تصور من قبل وزارة الهجر ومهجرين من أجل بناء وحدة سكنية لنازح يجرف الصخر موجودين في قضاء عامرية السمود رسميا تؤكد إدارة قضاء العامرية وجود أكثر من سبعة آلاف نازح يسكنون مخيمات بزيبز إضافة إلى قرابة ألفين وخمسمائة نازح آخر يقيمون في منازل مستأجرة داخل القضاء بعد تضاء لفرص العودة إلى مناطقهم الأصلية وتلاشي العديد من الوعود الانتخابية بإنهاء معاناتهم يتطلع سكان هذه الخيام إلى توفير دور واطئة الكلفة لهم بدلا من خيام النزوح ضياع محمد الحرة محافظة الأنبار